احنا بنتكلم عن التوافد والحضور الجماهيري والبنية التحتية واستاد اكثر من رائع استاد مصر كمان لوكا مودريتش يعني واحد من نجوم العالم والكرة العالمية وريال مدريد لما نشر صور على صفحته الشخصية من الاهرامات وكان يعني بول افضل ايام يعني اضاها في مصر وكمان يعني بطولة كانت مهمة ليه بطولة دولية وكان قدى فيها دقرع وشوفنا يعني كان الحاجات دي كلها ترويج لصورة مصر السياحية الصورة دي تساوي مليارات الصورة دي تساوي مليارات يعني في دول بتدفع مليارات عشان تعمل دعاية من لاشي انت عندك حاجات كتيرة ممكن تعمل لها دعاية صورة زي دي فيه ناس بتدفع عليها مليارات عشان تعملها كابتون سام فبصراحة النقطة الإيجابية الوحيدة اللي شفتها في المعاصقة للأخير التنظيم إقامة المباريات في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة زيارة لوكا مودريتش هو منتخب كرواتي والناس اللي فكرت علشان تطلع الصورة دي ده الناس اللي فكرت دي دي ناس بتفقل لمصلحة بلدها يعني ان فكرة انك تعمل دورة ودية في الوقت القصير ده وانك تعمل اقناع للمنتخب الكرواتي ان يغير الأجندة بتاعته من اللعبة في الإمارات إلى اللعبة في مصر ويتم تنظيم جولة سياحية ويكون فيه ترويج وبيحضر بكامل نجومه كمان لا 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 ده شابو اللي فكر واللي نفذ هذا الشكل اللي بصراحة أنا شايف دي الحاجة الإيجابية الوحيدة اللي اتنعنا بيعمل أجندة مارس بأمانة كابتا مساعدة